يمكن أباء وأمهات كثيرة أو يبقوا مش عارفين يعملوا إيه أو يتصرفوا إزاي لو ابنهم وقع لقدر الله من فوق السرير أو على طرابيزة أو كان بيتحرك فاتخبط في راسه أو وقع على ظهره كل دي مواقف يومية متكررة في حياة كل طفل لكن في الحقيقة مش كل الحالات دي ينفع تبقى عادية أو نعديها أو نسكت عليها لازم تنقل طفلك للمستشفى علشان تطمن عليه في بعض الحالات يا شازلي صحيح في بعض الحالات مش في كل الحالات تنوقعت زمان على الفكر وأنا صغير بس الحمد لله نتيجة زي ما أنت شايفة إن شاء أنا مشكل ربنا سطر الحمد لله تفاصيل كتير أنا عرفها طبعا هذا الموضوع من الدكتور حسين البقية استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقر اللي منوارنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دي الحمد لله يا دكتور حالة من الرعب كده بتصيب الأباء والأمهات أول ما بنوهم يقع أي أن كان سنه يعني سواء كان رضية أو حتى طفل سنة سنتين تلت سنين حالة من الرعب بتصيب الأباء والأمهات إزاي يتعاملوا في الحالات اللي زي دي أولا أنا مبسوط أو أن حضرتكم استدفتني معا النهار ده عشان الموضوع ده مهم فعلا ناس كتيرة جدا تبقى خايفة من إنه ما بيحصل هو الموضوع مش بالخطورة دي طبعا لازم ناخد بالنا كويس ولازم نأمل التفل خصوصا في المرحلة الأولى من حياته لما يبتدي هو يكتشف إنه هو بيعرف يقعد بيكتشف إنه هو يتقلب وبعد كده يبتدي يحب هي الفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى برضو حمينا حمي الجهاز العصبي أنا هتكلم بالذات على الجهاز العصبي حمي الجهاز العصبي بيعني العظم الجمجمة وبعد كده العمود الفقري اللي حمي النخاء الشوكي والكلام ده فمحتاجين إصابة قوية علشان نقدر نأثر على الجهاز العصبي مع الإصابات اللي بتتكرر ومع الخبطات اللي إحنا ملقنا عليها خبطات سجنيفكنت خبطات الجامدة ممكن تعدي جدار الحماية اللي موجود ده وتأثر فعلا على المخة أو على الحبل الشوكي فهنا الفكرة إنه إحنا قوة الخبطة هتفرق قوي فيه أعراض كتيرة تبتدي نفكر فيها وأكيد معظم الناس بيتعرفها دلوقتي اللي هي أول حاجة طبعاً لو مع الخبطة حصل فقدان للوعد يعني الطفل يقول يعني الأهل يلاحظوا إنه هو أهم عليه أو حاجة بعد الوعد أثنين ممكن لو الطفل بعدها يشتكي من صدع شديد أو يشتكي من تلاحظ إنه هو الطفل بيعاني من قيء قيء متكبر مش معنى كلامي إن أي طفل يوقع ودمغه وجعته أو رجع مرة أو اثنين أو ثلاثة إنه هو لازم يبقى فيه مشكلة بس دي علامات تدل إنه إحنا لازم نروح ناخد ندور على يعني نسعى رأي طب يعني زي ما بيقول طيب دكتور الطفل هو صغير اللي عظم الجمجمة بتاعه بيبقى لسه ضعيف قوي فهل بتفرق الوقع من لو كانت على وشه أو على ظهره فلو وقع على رأسه من وراء مثلاً يبقى فيها مشكلة أكبر هي قوة الخبطة أو قوة الوقع هي اللي بتفرق منه بينك طبعاً لو وقع على وشه ممكن يحصل كسر في عظم الجمجمة من قدامه وحباً يحصل كسر في عظم المناخير وقع من وراء نفس الكلام هي نفس الحاجة هي قوة الصدمة هي اللي تفرق هي دي اللي تفرق قوي وقع منين وقع من على المسافة قدية هي طبعاً تأمين يعني أنا في نهيط أطفال وخصوصاً بلاكونات واللي بيطلعوا الطفل بقى بيكتشف فهو في حاجة جديدة شايفنا فبعد الشهر طيب عاطفاً على السؤال بتاعها بسانت إن الجمجمة بيكون ضعيفة بيكون فيه كمان فتحة للرأس كده دي حاجة الناس بتخاف أكتر كمان بسبب فتحة الرأس هي الفكرة إن عظم الجمجمة بيلحم عبارة عظم الجمجمة مش عظمة واحدة هي عبارة عن مجموعة من العظام اللي بتلحم مع مرور الوقت ففي الفترة الأولى من الحياة بتبقى الجزء اللي هو قدام ده وفيه من وراء كمان بس الجزء اللي بقى ظاهر موظم الناس دي معناه إن لسه عظم الجمجمة لسه ملحمش يعني هو بياخد ست تسع شهور على ما تريد تلحم تماماً بس عظمه يعني على قد ما هي حاجة نقطة ضعفة زي ما بيقول ما نقطة قوة لو فيه لقدر الله زيادة في ضغط المخ من جوة أو حاجة بيبقى زي ما نقول لسه بيبقى فيه براحة يعني نظر نتسرب بسرعة يعني طب حريكي تكلمت عن إنه لو حصل ووقع وعنده صداع أو قيء بعد الوقعة هنا أروح للدكتور طب أعرف منين بقى إن هو سليم يعني لو فيه معين ممكن يبقى فيه خدشة أو حاجة بس أنا الأم مثلا بتبقى دايماً خايفة على ابنها أطمن إزاي بعد الوقعة إنه لأ أنا ابني كده سليم طيب أول حاجة الوقعة مش جمتها يعني مثلاً ويقع من على كنبة ويقع من الارتفاع مش عادي أو حاجة الحاجة التانية بعدها الطفل قام كويس فيش حاجة هو قام يلعب ويجري وتنطط بيأكل كويس بيشرب كويس عارف عارف الأم وعارف الناس يعني ما فيش تغير في السلوك دايماً بقول إن الأم هي أكتر واحدة تقدر تقول أنا ابني فيه مشكلة أو لأ دا مهم قوي في بعض الأحيان الأم أنا ابني فيه مشكلة أنا لا دا مش كده طبياً مثلاً لو بالفحص الطبي التقليدي هو أنا أنا شايفه كويس هي تقولي لا أنا لازم أنا أنا أحترم كلامها جداً وأخده بعين الاعتبار الفكرة إن إحنا بنحاول على قد ما نقدر نقلل تعرض الطفل الإشعة بصي إحنا ما قفيش أسهل من إحنا نروح نعمل أشعة لكل أطفال ونعمل أشعة مقطعية مرة واثنين وعشرة بس طبعاً دا غلط بكل المعين على قد ما نقدر لو ينفع إن إحنا ما نعملش أشعة ما نعملاش ومش معنا كلامي برضو داها مضرة في حد ذاتها بس هي الفكرة إنك مثلاً عملت له فيلم أشعة ما تعملوش التالي لو تستغنى عنه عملت له اتنين ما تعملوش التالت لو تستغنى عنه بس لو مطرين بقى نعمل لازم نبقى متطمنين إن ما فيش حاجة من جوة لقدر الله بتنزف أو حاجة بصي هي الكسر بتاع العمود الجمجمة أو حاجة في الموقف بتبان فوراً بتلاقي الأم عارفة لا في حاجة غلط في ابني وبين وبينك برضو كل المستشفيات وكل الأماكن فيها أشعة مقطعية يعني ما بقيتش زي زمان مثلاً مرحوم حكرة على الأماكن معينة وتكلف عالية جداً لا بقيت متناولة جداً يعني طب هل مثلاً لو الطفل وقع نقعد ملاحظه قد إيه مثلاً يعني مثل ما قولك مثلاً ملاحظه 24 ساعة 48 ساعة طيب بص فيه نوع من أنواع يعني بمناسبة ملاحظة 24 ساعة فيه نوع من أنواع النزيف أنا يعني السيناريو اللي بيمشي بيه أوقات كتير إن مش لازم بقى طفل حتى لو واحد بالك يتخبت خطة والذات مثلاً في الفص الصدقي أو حاجة وبعدين هو يقوم يوم يمشي ويقعد وساعة أو اثنين وتلاقيه حصل دخلت الرجوبة تماماً الفكرة هنا إن خصل مثلاً تمزق في أحد الأوعيات دموية الرئيسية بتاعة المخ بدأ دا ينزف بس النزيف هنا بالراحة جداً نقطف 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 نقطة تظهر الأعراض لما النزيف يتجمع ويحصل ضغط على المخ فده بياخد وقت فتلاقي المريض يتخبط جال الصدوع مثلاً؟ مثلاً من الخبطة هيقولها من الخبطة وبعدين ما فيش حاجة وبعد ساعتين ثلاثة أربعة مثلاً أو أقال شوية أو أكتر شوية حصل دخل فغيبوه ما تهمه فابتدى يحصل إن هو يعني طبعاً كان كويس كان كويس بعض الخبط كان كويس بس هي الفكرة إن هو بيجمع فعشان كده أحسن أول 24 ساعة دائماً نقول حتى الطفل هو نايم معلش يعني نعرف إن اللي هقوله تقيل بس صحي بزوق المخدب طبعاً بزوق المخدب هنعمل إيه طيب؟ صحي لأ صحي وتطمن إن هو الصحي لأ مقصدش أصده هو نايم مثلاً على السريب بيقع والأفال كتيرة بتقع من على السريب بس طول ما إحنا ما عايشين هنتخبر مش هنعرف ننحها خالص هي الفكرة إن إحنا منقلل الأضرار بتاعيتها على قد ما بنقدر وفي نفس الوقت بنتابع المضاعفات اللي بتحصل منها عشان لو في حاجة حصلت مين حنتصرف؟ هي دي الموضوع كله لكن أنا مش عفلنا عن وعاية مين؟ صح مين فينا ما وعاش؟ لو حبستوا؟ لو حبستوا طب هم همنعهم الحياة يعني طب لا قدر الله بقى الطفل اللي وقعوا وحصلوا مشكلة إيه العلاج اللي أنتو تتبعوه لطفله وقع على راسه أو على ظهره وتأزل عمود الفقري أو عصابه وتأزلته؟ لا هو السؤال يعني داك حدا كان جراحات المخ والعصاب كلها نحاول نقلله سؤال أول حاجة هل حصل كسر في الجمجمة ولا لا؟ هل حصل نزيف موجود في المخ ولا لا؟ أدي أول حاجة من الفورا كده لو فيه كسر في الجمجمة هل الكسر اللي موجود تضغط على المخ ولا مستضغط على المخ؟ هل النزيف اللي موجود دا حاج مؤدي إيه؟ هي تاريخ كله أو تاريخ جراحة الأعصاب كلها استددد أقدر أشوف الكمية اللي موجودة دي من النزيف تضغط على المخ ولا لا؟ وهل هي الكمية اللي محدد إذا كده تحتاج تدخل جراحي أو لا؟ بالضبط هل هو محتاج إن أنا أشيل الضغط دا من على المخ؟ ولا مش محتاج إن أنا أشيل الضغط اللي على المخ؟ وبعد كده درجة الوعي بتاعته هي المعيار الأساسي هي المعيار الأساسي مش من أهم المعيار الأساسي درجة وعي الطفل هو وعي ومستجيب وبتاع في الغالب هيبقى الأمور بمشي كويس في تدهور في غيبوبة مكان النزيف فين؟ ضغط على إيه من المخ؟ المخ مش كتلة واحدة مش هيبان غير بالأشعة المقطعية مش هيبان في الأشعة المقطعية وحجم النزيف مش هيبان اللي بالأشعة المقطعية وبيزيد ولا بيقلب؟ وهو دا يسرق معي جدا بالنسبة للعبود الفقري هل الكسر حصل في الفقرة ضغطت على الأعصاب؟ هل حصل مشكلة في الضفيرة العصبية بتاعتنا اللي نزلة في رجلية أو في دراعة؟ اللي قصده إن هنا يفرق معي قوي إيه المستوى اللي حصل فيه ضغط على النسيج العصبي؟ وفين؟ ومدى الضغط قد إيه؟ وبقاله قد إيه؟ والتحرك كمان يا دكتور سريعا هو اللي هيفرق يعني دا أبا يعني دا أبا يعني دا أبا يعني دا أبا كل مكان أصرع كل مكان النتيجة المرجوة أحسن لأنه حتى الأب أو الأمة مش هيقدروا يقيموا الحالة يعني حضرتك قلت حاجات لازم الدكاترة هم اللي يقولوها لازم يقول مقدار النزيف قد إيه؟ هل توقف النزيف؟ ولا لسه مستمر؟ فين بالزبط على المخ؟ كل هذه التفاصيل مش هيعرفها غير الدكاترة ولو أنا ما تحركتش سريعا بعد الوقع لو لقيت أي علامة من العلامات اللي حداك ذكرتها دا بيأثر بشكل كبير جدا على الطفل طبعا ممكن يدخلنا في مضاعفات أكبر بالزبط الفكرة دا أو طبعا بيود نزيف أو كده دا مرحلة تانية إن إحنا شخصنا إن فيه مشكلة فعلا وده خلاص بقى عهدة الأطباء تماما أنا لأنا عايز أقوله إن مش دايما الوقعة اللي هي بتقعها الطفل بتبقى مشكلة بس في الوقت اللي إحنا فيه بقت سهل إنك تروح لدكتور من زمان شوية كان الأمور صعبة سهل إنك تروح لدكتور لازم على الأقل عدي علي يشوفوا يتطمن لو لو الوقعة جامدة مش يتخبط في طب لو الجنجمة ورمت شوية دا مؤشر لحاجة ولا دا برضو ممكنكم خالص لا بص بالنسبة للأطفال الصغيرين طبيعيا إن ميحصل اللي هي اللي فروط الرأس اللي يقول عليها يحصل فيها زي تورم وممكن في بعض الأحيان يحصل فيها تحتها النزيف كده موجود يحصل النزيف تحت الفروط الرأس الفكرة إنه هو خارج عظم الجنجمة خارج جدار الحماية اللي ربنا عامله على الموقع ما بيبقاش فيه مشكلة كبيرة وغالباً بيصرف لوحده قد لك متينت غالباً قول 98% من الحالات بيصرف لوحده الأمور كويسة بس في بعض الأحيان بينا حتى تتدخل إلا في الأطفال الصغيرين قوي في الأطفال الصغيرين قوي نسبة يعني ممكن هنا بتصير قلة أكتر شوية لأن عظم الجنجمة لسه مش قوي الحاجة التانية إنه هو ممكن يدخله هو في حد ذاته فإنه فقت كمية دمك كبيرة نسبياً بالنسبة للدم اللي موجود في جسمه فأنا لازم نتخذ في الاعتبار وبنحصل حجمها طيب أنتو إنا صحيح اللي بتدوها للأمهات والأباء يا دكتور في الحالات اللي زي ذي أو خلينا نقول في الوقاية لو عايزين نعمل ده لأنه كثير قوي بنشوف مثلاً أطفال أربع سنين أو حاجة رجبين سكوتر في الشارع من غير الهلمت من غير أو في شوية من إهمال من الأباء والأمهات إنهما سيبين أولادهم يلعبوا ألعب خطر شوية يضربوا بعض ونشوف ساعات الترانزل على تيك توك والكلام ده أنتو إيه النصائح اللي بتدوها للأمهات والأباء عشان يحافظوا على خلينا أقول يقوى أولادهم من حاجة زي دي نها تحصل أصلاً في البداية أولاً محدش يقدرينها الأطفال إنهم يضربوا بعض دي حاجة بالتأن فيهم يوم يضربوا بعض يضربوا بعض أول حاجة طبعاً الشارع اللي هيمشي فيه أو المكان اللي هيلعب فيه لازم يكون متأمن ما يبقاش في وسط الطريق وسط العربيات وماشي في بعض الأحيان بشوف أنا شخصياً بشوف يعني ماشيين سكوتر أو بالعجلة أو ماشيين في السن الصغير ببقاش لسه عندهم إدراك كامل للمشاكل اللي ممكن تحصل هنا لفكرة الرقابة أو الرقابة الأبوية يعني على الطفل إن هو يمنع إن هو يشوف الأماكن دي عشان ما يتقبتش أو حاجة حاجة تانية زي ما حالك قلتي طبعاً هلمت يلمس هلمت ويعرف إن هو لو وقع هيحصل مشكلة وممكن يتعور وممكن الإصابة دي مش هتيجأل بالتجربة مهما حاولنا نعلمهم فنحاول بس نحوط عليهم زي ما بنقول ونعلمه إنه ممكن يحصل مشكلة كبيرة لما قصد لازم ناخد بالنا قوي قوي إن الطفل يكون فاهم وعارف إن هو مهما حاولنا مهما كنا كيرينج مش هنعرف 24 ساعة عينينا عليه طول الوقت أكيد أي أم هتعمل أي حاجة هتعمل أي حاجة هتعمل أي حاجة هتعمل حمام الفكرة لازم يبقى مع الوقت كده إنه فاهم إن هو ممكن يحصل مشكلة لو وقعها كبيرة حاجة التانية التأمين اللي هو التأمين الباسيف اللي بنقول عليه زي الحاجات اللي تبقى موجودة دلوقتي بيأمنوا جنب الترابيزة القطع البلاستيك اللي موجودة البلاكونة لازم تتقفل كويس السلالم لازم يبقى لها التأمين اللي يحاول نمنع به وحدوث الشيء وده يمكن أحسن حاجة وده لازم تتعامل يعني ولازم تبقى أساسية طيب بكتورو إحنا بنهزر مع أصحابنا كده ممكن يعني نهزر ونقول يعني أنت واقع على دماغ كنت صغير هل الوقع فعلا على أي شخص على دماغ كنت صغير ممكن تأثر عليه في الكبر ممكن 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 طبعا يعني هاقصي ولو ايه على دماغ وحصل نوع من أنواع مثلا المزيف موجود وأثرت على جزء من المخموة ممكن تأثر وعيش في عمره كله تأثر لكن في الصيغة اللي يظهر حالك بتقولها تأثر مثلا على إدراكه يكون مثلا عنده تأخر شوية في الاستجابة مثلا وحنا بنتكلم مع بعض إن لقيه سرحان شوية تهي شوية ممكن لو تخطة جندة لو خطة كبيرة وأثرت على جزء وحصل نوع من أنواع الحمد لله ما أثرتش علي لا بزواء ثانية يعني هو يقصد أن مثلا الحد اللي اتخبط ده ما رحش الدكتور ما كانش فيه كارثة يعني اتخبط وخلاص وقام وعاش حياته ولا حصل نزيف ولا حاجة في حاجة اسمها كده أكيد لا لا غالبا لا طبعا لا غالبا بيبقى هو كده حايا ما نزلمش الخطة طيب دكتور عراض أمراض العصاب بقى عند الأطفال بتبقى ايه؟ طيب أكتر حاجة طبعا أو أكتر الحاجات اللي بنشوفها في الفترة الأخيرة اهそうですね حاجات اللي هي حدوث عدوى تأثر على الجهاز العصبي أين كانو هالعدوى اللي لсе ما حصلت انا مش بتكلم طبعا هنا كمان عن الأمراض الورصية والحاجات دي دي حاجات مش بيديد حدوث عدوى تأثر على الجهاز العصبي مثلا طفل يجيلوا ما هو من أنواع الالتهاب السحائي الشديد فيحصل مثلا حاجة زي استسقى في المخت مبعد الالتهاب السحائي عالين الاستسقى في المخت فيه الأمراض الورصية بتاعت الأطفال زي مثلاً الناس اللي عندهم ضعفة في العضلات أو عندهم مشكلة في الجهاز العصبي والإدراك العصبي أو التأخذ العقلي الطفل اللي بتولد ويحصل له نقص الأكسجين في أثناء الولادة مثلاً لأي سبب من الأسباب أو حصل له حاجة مثلاً تهاب رئوي أو حصل له سدة رئوية أثناء الولادة أو كده ده بيأثر على المخ والأكسجين اللي رايح للمخ فبيحصل مشكلة كبيرة فعلاً بعد كده استثقاء الجهاز المخ ده بحب أركز عليه دايماً دايماً لأنه حاجة حاجة ينفع نعالجها ونقدر بحاجات بإجراءات بسيطة نقدر نخلي الطفل ده طبيعي تماماً نجد أي مشاكل خالص من أي نوع وزيادة تراكم السائل للمخ إذا ننتجي استثقاء المخ بأسبابه المتعددة ممكن يؤدي إلى أن يحصل ضغط على المخ وممكن يحصل مثلاً يأثر على عينيه يأثر على إدراكه يأثر على وعيه يأثر على حاجاتك وفي حين أن علاجه سهل ومتاح وينفع يتعامل وتقريباً مفيش مضعفات إلا مضعفات بسيطة جداً لكن كتمن بندفعه لأولي الأول مفهوم طيب على كل نحن نخلي بالنا قدر الإمكان مش هنقدر نمنع حاجة زي دي لكن هي هتحصل لكن المهم أن هي أول ما تحصل لابنك لو وقع أو لقيت عليه بعض الأعراض نتيجة هذه الوقعة لازم على طول تتوجه لطبيبي عشان يشوف عشان يفحاصه عشان لو في حاجة لقدر الله نلحقها من البداية كل الشكر لحضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور حسين البقية استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً